احنا مشكلتنا يا اخي الكلام ما نلتذ بما في ايدينا انا ما استمتع بزوجتي لاني لا انظر الا الى عيوبها اولادي ما استمتع فيهم لاني اشعر ان غيري افضل مني واولاد فلان افضل من اولادي واولادي ما طاعوني في كذا انظر للعيوب والنقائص والسلبيات ما انظر الى الجبيات والكمالات والاشياء الطيبات ملك من الملوك كان يشعر بشيء من السخط في حياتي وعدم الرضا يشعر ببؤس مع انه ملك كل شيء يأمر به يؤتى اليه به كل شيء يتمنى فقط بامر منه وهذا بين يده لكن لا يشعر باللذة والمتعة والسعادة التي يرها على محي خادم من خدامه ذلك الخادم يأتي وهو مبتهج سروره نضح على وجهه الفرحة بانت على محي وهو خادم اجير مملوك فشك ما يجد في نفسه لوزيره قال والله اني لا احصد هذا الخادم على ما هو فيه لا يأتي الا وهو مبتهج ولا يذهب له هو مصرور انا مع ما انا فيه من الغنى والثرى والملك والسيطرة والقدرة ما اجد اللذة يجدها هذا الرجل فقال له ذلك الوزير كلمة جميلة قال هو رضي بالموجود ولم يتعنى المفقود ارضى انت بما في يديك يرضيك الله عز وجل يقنعك بما آتك ولكن سأبين لك كيف تستحيل حياة هذا الانسان إلى جحيم لا يطاق متى يفقد هذه القناعة والرضا في قلبه فدعى به قال يا فلان تعال فجاء اليهم مبتهج مسرور قال له هذه صرة هدية لك من الملك مئة دينار خذها تمولها أنت أهل بيتك فاشتد فرحه وظهر الصرور على محياة فأخذ هذه الصرة وذهب إلى بيته وعدها فإذا بها تسعة وتسعين درهم وليست مئة كما قال الوزير نعم فأخذ يصيخ في أهله ويصرخ فيهم أين الديناء أين الديناء المفقود الملك أعطاني مئة ديناء وجلس في ليله يبحث عن ذلك الديناء ويصرخ في أهله ويتسخط ويقول أين ذهب من الديناء وأين غاب عني هذا الديناء ومن أخذ مني هذا الديناء ومن ضحك علي في هذا الديناء بات في ليلة الأسوأ منها فجاء في الصباح إلى الملك ولكن الوجه غير الوجه على وجه قسمات التعب والنصب والحزن والكآب فقال له المكمالك ما الذي أحزنك ما الذي غير من حالك قال أعطيتني أمس مئة دينار لكني ما وجدته لتسعة وتسعين فجاء الوزير قال هكذا يا مولاي الإنسان يسلب السعادة بيده من حياته اشتركوا في القناة